السيد محمود كانت فيه ناس بتقول ما احنا كنا عايشين اهيشة والسلام هل النهاردة في الجمهورية الجديدة بكل المشروعات بكل التفاصيل ينفع شعار اهيشة والسلام ولا بيتقدم للمصري حاجة تانية؟ بيتقدم للمصري النهاردة التحدي فكرة انه انت عايز تبقى افضل انت عايز تبقى يعني جزء من العالم الجديد العالم حوالينا بتغير كل حاجة بتتغير النهاردة حوالينا حتى وقسالة تصال نفسها تغيرت كل تتغير لازم احنا هنواكف هذا التغير مفيش دولة تقدر توقف قدام القطر او الطيار زي ما بيقولوا او تفضل ترجع لورا بقى لغاية ما تتنسي لازم نكون جزء من التطور اللي حصل وده طلب الاجيال الجديدة في مصر وده الطلب اللي حصل في 37 وفي 30 يونيو عشان نتذكر اللي حصل وقتها اللي حصل وقتها ان الشعب المصري كان طالب حاجة تانية في 25 يناير ما لقاهاش نزل تانية في 30 يونيو وكان على شافة حرب اهلية النهاردة القرار اللي فتاتها سبعة مش بس كان بيحمي مصر ان حرب اهلية لا كمان كان بيوعد المصريين ان في دولة جديدة هم موجبينين عليها وهم جزء من بناءها البناء بتاع الدولة المصرية ده بناء كان تحت قصف محدش كان عايزنا والجماعة اللي كنا بنواجهها والارهاب كانوا مخططين لمصر انها تبقى دولة فشلة اذا صح التعبير والتخطيط لسه موجود مازال طبعا نوم يوقعونا ما هم مش هيتوقفوا عن ده هم مكملين معانا لان مشروعهم قائم على ان مصر تبقى دولة فشلة ومتهدمة وعشان يبقى فيه طلب عليهم ما هو انت النهاردة لو نكحة واحنا بالفعل دولة نكحة الحمد لله الضرب اللي بيحصل فينا دوت هدفه ايه هدفه ان انت تبقى دولة فشلة فيبقى ليهم دور فانت قفلتي خالص اللي بواب دي انت قصدك تحت قصف وتحت ضرب بمعنى الاشاعات والاكاذيب والكل الحروب يا صندم في الشهر هاتيني دولة في العالم في الشهر بتتعضل ستين الف شائعة كم ستين الف ستين الف بنتكلم في ارقام كبيرة وده مش رقمي ده المركز المجلس الوزنى المرصد بتعدي المرصد وبيتصرف كتير على الاشاعات دي توصل في كل حتة وتلف طبعا وتسمم الناس في حياتها وازروا عالمية موجودة في اغلى دول العالم النهاردة كل يوم بتكلم الناس بالليل عشان تقولهم ان انتوا عايشين في دولة كذا وانو كذا وانو كذا وانو كذا وانش تكون في مسات الدولة اللي قايمة عليها البلد دي